أحلام مصر الجيولة أحلام مصر الجيولة لن نكون تابعين لجهة غير العراق هكذا هي صيحات متظاهري ثورة تشرين المرابطين في ساحات الكرامة رغم أزيز رصاص السلطة وحصار وبطش ميليشياتها اللعبة انكشفت وبات كل شيء واضحا بالنسبة لمعتصم ساحة التحرير في بغداد فمن كان بالأمس يدعي أنه مع المتظاهرين السلميين ويساهم في حمايتهم أثبتت الوقائع بالدليل القاطع عكس ما ادعاه ليقول الشعب كلمته فيه اللي ينسحبه من ساحة التحرير بفتوى من مقتدى الصدر هم لا يمثلون المتظاهرين حقيقين احنا شعب ثار احنا نريد الحرية للعراق ريد العمان شبابنا التعبت شهداء الطينة فاللي ينسحب خلي روح الله احنا موجودين موجودين بالساحة ومن منطل الساحة ان شاء الله متظاهر ثورة تشرين اكدوا مرارا انهم لم يخرجوا للتظاهر بفتوى كما انهم لن يتركوا ساحات الاعتصام بفتوى او حتى بحصار مسلح قمعي من السلطة وميليشياتها في الواقع ستترك ساحات الاعتصام فقط بعد سقوط العملية السياسية واحزابها الفاسدة يقول متظاهر بغداد هنا ساحة التحرير حيث الوحدة والتضامن والتكافل بين العراقيين في اوج مستوياتها على عكس ما تدعيه وسائل اعلام تابعة لاحزاب السلطة بل ان محاولات فضل الاعتصامات وحرق خيام المتظاهرين اعطت مفعولا عكسيا زاد من زخم ثورة تشرين واسقطت ما تبقى من اوراق التوت عن مدعي الاصلاح والثورة في العراق